الحمد لله الواحد الأحد الصمد الذي لا والد له ولا والدة له ولا صاحبة له ولا ولد جل عن الأنداد والأضداد والأمثال وهو الرب المتعال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير إخوتي أحبتي في الله ها نحن وإياكم يتجدد اللقاء فيما بيننا في هذه الأكاديمية المباركة هذه الأكاديمية المباركة الربانية العلمية الإيمانية على هدي خير القرون وعلى هدي خير البشرية وأزكى البشرية وأتقى البرية محمد صلى الله عليه وسلم ما اجتمعنا إلا في حب الله وما اجتمعنا إلا طاعة لله وطاعة لرسول الله وحبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وها نحن في هذا الدرس الجديد من الدروس الأكاديمية العلمية الربانية الإيمانية ألا وهي دروس علوم القرآن من كتاب دراسات في علوم القرآن للدكتور فهد الرومي ونشرحه بإذن الله كما شرحه العلماء وعلى طريقة العلماء الراسخين في العلم رحمهم الله وحافظهم الله إخوتي أحبتي حتى نصل الماضي بالحاضر كنا تكلمنا وإياكم على نزول القرآن وأن للقرآن نزولين نزولا إجمالي من اللوح المحفوظ نسخت منه نسخة كما قال الصحابة رضي الله عنهم والتابعون لهم بإحسان نسخت نسخة من اللوح المحفوظ وأنزلت إلى السماء الدنيا إلى مكان يسمى بيت العزة ثم النزول الثاني هو النزول المنجم المتفرق عبر حوادث وأسئلة منه ما هو ابتدائي ومنه ما هو عقب حوادث ثم بينا أن القرآن الكريم الذي نقرأه هو نزل مباشرة من رب العزة إلى جبريل عليه السلام إلى قلب محمد صلى الله عليه وسلم تكلم بالقرآن كلام حقيقي يليق بكماله وجماله وجلاله وسامعه جبريل عليه السلام مباشرة ونزله على قلب النبي العدنان مباشرة تنزيل من رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين ثم بينا مذهبنا مذهب الأنبياء والرسل إيماننا إيمان الأنبياء والرسل أن الله جل جلاله يتكلم كلام حقيقي كلام حقيقي وكلام الله صفة ذاتية وفعلية بمقتضى حكمته يتكلم وقت ما شاء مع من شاء كيف شاء جل جلاله كما كلم موسى تكليما كلم محمدا صلى الله عليه وسلم حينما أعرج به إلى سدرة المنتهى وبينا أقوال السلف الصالح على رأسهم الصحابة رضي الله عنهم وقول ترجمان القرآن ابن عمي خير الناس عبد الله ابن عباس ابن عمي خير الناس ثم بينا كلام المفسرين الجهابدة اتقاد في الأمة وكذلك كلام العلماء اتقاد في الاعتقاد إخوتي أحبتي إذا ثبت هذا فللقرآن نزولين نزول الإجمالي نزل جملة واحدة من مكتوب إلى مكتوب أي من اللوح المحفوظ طبيعة أو نسخة منه نسخة وأنزل إلى بيت العزة في ليلة القدر نزل جملة أو نزل جملة واحدة ثم النزول الثاني نزول ابتدائي في ليلة القدر ثم استرسل ترتيلا على النبي صلى الله عليه وسلم طيلة ثلاث وعشرون سنة من الله عز وجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة على عن طريق جبريل عليه السلام إذا ثبت هذا يا ترى ما هي الحكمة من النزولين النزول الإجمالي والنزول المتفرق طيلة ثلاث وعشرون سنة عقب حوادث ومسائل وأسئلة نقول وبالله التوفيق كما قال العلماء رحمهم الله الحكمة من نزول القرآن من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في السماء الدنيا أول حكمة الله جل جلاله أراد أن يخبر أهل السماوات السبع عن هذا القرآن لعظمة شأنه وأنه كتاب مهيمنا لما سبقه من الكتب وأنه آخر الكتب وأنه سينزل على رسول اسمه محمد صلى الله عليه وسلم وأمته حمادة يذكرون الله ويحمدون الله على كل حال وهذا القرآن من الرحمن كلام الرحمن الرحمن علم القرآن وهذا القرآن عظيم الشان لأن صاحبه هو الله جل جلاله منه بدأ وإليه يعود جل جلاله ثم الحكمة التانية كما قلنا تعظيما تعظيما لأمة محمد صلى الله عليه وسلم وأنها سيكون لها ذكرا عظيما جليلا إذا تمسكت بهذا القرآن واتبعت ما فيه وأنه الهدى والنور التام والصراط المستقيم وحبل الله المتين لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد ثم كذلك الحكمة الثالثة تعظيما لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أنه خاتم الأنبياء والرسل لا نبي ولا رسول بعده وأن هذا القرآن سيكون في صدر هذا النبي الأمي الذي لا يقرأ ولا يكتب وهذا أكبر الآيات أكبر المعجزات وإن كانت الآيات هي أعظم من المعجزات لهذا آية محمد صلى الله عليه وسلم العظمى والكبرى هو هذا القرآن كلام الرحمن حقا لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد ثم كما قلنا الحكمة الرابعة إعلاما للملائكة أن هذا آخر كتاب سوف ينزل على أهل الأرض سوف ينزل على الإنس والجن حتى الجن نعم قل أوحي إلي أنه السمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا يا ليت المسلمين يا ليتنا نسلم كما أسلم الجن ولن نشرك بربنا أحدا لهذا ذات مر النبي صلى الله عليه سلم لما طرد من الطائف وما استفاق إلا بقرن التعالب بواد يسمى قرن التعالب وكان مهموما مغموما حزين صلى الله عليه وسلم فجاءه نفر من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا أجيبوا دعي الله وآمنوا به سبحان الله قبلها قالوا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى هذا الكتاب هو هذا القرآن قرآن عجبا كما قالوا في آية أخرى لهذا ذات مرة في هذه القصة قال الصحابة ذات مرة كان النبي صلى الله عليه وسلم يحدث قال لهم ألا تقولوا كما قال الجن وتلا عليم حينما استمعوا القرآن استمعوا لصورة الرحمن فلما وصل فبأي آلاء ربكما تكذبان قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا تقولوا كما قال الجن فقال قولوا ولا بأي آلائك ربنا نكذب سياس سبحان الله انظروا لإيمان الجن الجن حينما أسلم قالوا لن نشرك بربنا أحدا وأصبحوا دعاة إلى الله ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به مباشرة دخل الإيمان في قلوبهم دخل التوحيد حق الله على العبيد نفوا وتخلوا عن الشرك ثم أصبحوا دعاة إلى الله فروا إلى أقوامهم منذرين مبلغين ومبشرين يخبرونهم على هذا القرآن وعظمته وهذا النبي العدنان وعظمته إذن الحكمة من النزول الإجمالي أن هذا إعلاما للملائكة أن هذا القرآن آخر كتاب ينزل على أهل الأرض الإنس والجن التقلين لأن ربنا قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون كيف يعبدوه بالقرآن وسنة النبي العدنان كتابين لا يفترقان أحدهما يبين ويفصل الآخر إن كان القرآن في آيات مجملة ففي السنة بيان وشفاء لأهل الإيمان إخوتي أحبتي هذه من الأحكام أو من الحكم التي سبب النزول الإجمالي وكذلك من الحكم في السبب النزول الإجمالي حتى يبين أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ نزولين شرفين عظيمين لأن الكتب الإلهية التوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وغيرها من قبل كانت تنزل جملة واحدة لهذا الكفار قالوا لو لا نزل عليه القرآن جملة واحدة الله قال كذلك وكذلك أي كذلك أنزل هذا القرآن نزولاً أول ونزولاً وتبياني الله أكبر هذا من بلاغة وعظمة الآيات في القرآن الكريم إخوتي أحبتي فكما أن الكتب السابقة نزلت جملة واحدة كذلك القرآن الكريم أنزل نزولين نزولاً أولي إجمالي حتى يأخذ نفس الشرف للكتب السابقة ثم النزول التفصيل حتى يفوقها لهذا هناك علم الناصخ والمنسوخ والأحكام والآن سنتبين ما الحكم ما الحكمة ما الحكمة في نزول القرآن تفصيلي أو منجمة أو متفرقة لماذا؟ ما الحكمة إخوتي أحبتي بعد أن بينا الحكمة من النزول الإجمالي الحكمة من النزول منجمة ومنزول القرآن تفصيلي متفرقة عقب حوادث ومسائل أن الكفار أن الكفار كانوا يلقون الشبه على النبي صلى الله عليه وسلم فكان من ضمن الشبه لماذا هذا القرآن لا ينزل كما نزلت بقية الكتب السماوية مرة واحدة وجملة واحدة لهذا قالوا وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ لَوْ لَا نُزِّلَ نُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا حَتَّى نُثَبِّتَكَ بِهِ يَا مُحَمَّدَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا أي فرقناه فرقناه ليس الترتيل فقط التجويد لا التجويد الترتيل في التجويد هذا علم علم لتحسين مخطفة الوقوف أما الترتيل في الآيات في النور يعني منجمة كما قال ابن القيم رحمه الله وجماعة من المفسرين ورطلناه ترتيل أي آيات مفرقات تبين عقب الأحداث والسؤالات حتى نثبتك به يا محمد صلى الله عليه وسلم إخوتي أحبتي لهذا علاقة القرآن أنزل جملة واحدة وعلاقة القرآن منجمة فيها آثار فيها بلاغ للقرآن الكريم وفيها إعجاز كذلك لنثبت به فؤادك لا بد من تتبيت قلب النبي صلى الله عليه وسلم والتتبيت هو من عند الله نسأل الله أن يثبتنا وإياكم لهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يكتر الدعاء صباحا مساء اللهم يا مقلب القلوب تبت قلبي على دينك اللهم يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك لا بد أن نكتر يوميا لأن ما من قلب إلا هو بين أسبوعي الرحمن يقلبه كيف شاء إن شاء أقامه وإن شاء أزاغه أسأل الله العظيم أن يقيم قلبي وقلوبكم وقلوب أحبتي وإخوتي في الله وأهالينا وأبنائنا وذريتنا من بعدنا وعلمائنا ومشايخنا على دين الله الحق وعلى هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لذا نحتاج للتتبيت الأمة تحتاج للتتبيت ولو عندنا من العلم ونتدارس ونسمع لا بد من التتبيت انظروا لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتونه كذلك هذا من الحكم الحكم أو الحكمة لتفرق القرآن ونزوله طيلة 23 سنة لما كان الكفار والمشركون يلقون الشوب الله عليه وسلم وينتظر الوحي حتى يكاد ينتظر وينتظر جبريل عليه السلام أن يأتيه بالوحي من الله مباشرة الله يبين ولولا أن ثبتناك لقد كت تركن إليهم شيئا قليلا إذن لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا لا بد التتبيت التتبيت لا بد الأمة تحتاج إلى علماء ودعاة إلى الله مخلصين صادقين علماء ربانيون دعاة إلى الله حقيقيون ربانيون طلبت علم صادقون أهل الفضل لا بد نحتاج إلى من يثبت الأمة نحتاج إلى التتبيت بهذا القرآن والسنة إذن هنا النبي صلى الله عليه وسلم من ثبته الله لأن الشبه كانت كثيرة جدا على النبي صلى الله عليه وسلم وكان الأمر يعظم عليه وكانت الهموم هموم الدعوة إلى الله وهموم هداية البشرية هداية الدلالة والإرشاد والتفكر فيهم والتوفيق والبكاء عليهم كان هم تقيل في قلب النبي صلى الله عليه وسلم كان يصيبه من الهم والحزن ما الله به عليم لهذا كان يتحصر والله يقول فلا تذهب نفسك عليهم حصرات ويقول فلعلك باخن عن نفسك فلعلك باخن عن نفسك ألا يكونوا مؤمنين أي لعلك تقتل نفسك يا محمد من أجل هؤلاء الشردم القليلون الذين يلقون الشبه حتى يردوك عن دينك ويردون أتباعك وأصحابك عن دينك أو إخوتي أحبتي كان النبي كان النبي صلى الله عليه وسلم متواصل الأحزان مهموم مغموم من أجل الدين من أجل الأمة تدخل في الدين وتستقيم وتنجو من عذاب الدنيا وعداب الآخرة نحن الآن ما عندنا نحن الآن نتدرس علوم القرآن ولكن لا بد أن نزداد بهذا العلم إيمانا على إيمان لا بد أن يكون عندنا مزاج النبوة فكرة النبوة هم النبوة يكون عندنا هم الدين مع الزوجة والأولاد والوالد والوالدة والإخوة والأحباب والأصحاب كلكم راعي وكلكم مسؤول عن رعيته ويكون عندنا هم لأهل حينا ومدينتنا وبلدتنا ودولتنا والعالم بأسره لأننا نحن خير أمة أخرجت للناس لابد أعظم شيء نقدمه للناس هو الدين النجاة من النار النجاة من النار خالدين فيها أبدا الناس الآن عندهم عندهم مساعدات طيبة نعم من الناس من يقول لابد مساعدة الفقير مساعدة المحتاج مساعدة المسكين الصدقات هذه كلها طيبة ولكن هو لا يصلي هذا مصيبة أنت تطعمه أنت تربي له فقط جسده ولكن إذا مات بلا صلاة بلا دين هذا خطر عظيم أما الداعي إلى الله أما الداعي إلى الله ينقذ البشرية ليس من الجوع وليس من الفقر بل من العذاب المهين من العذاب المهين خالدين فيها أبدا بسبب الداعي إلى الله والناس إذا نور الله وهدي رسول الله يفوز في فقرهم في عطشهم يفوز في الدنيا والآخرة خير وأبقى نجاة أبد الآبدين خالدين في عبدا فالذي يحمل هم الدعوة أعظم ممن يطعم الجائع ويسقي العطشان نعم الحمد لله الداعي إلى الله يصيب جميع الخير ولكن أعظم خير أن ندل الخلق على الخالق جل جلاله أن ننجي الناس يا أيها الذين آمنوا قو أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة أيرضى فينا أحد أن تكون زوجته أو يكون زوجه أو ابنه أو بنته أو أخته أو أمه أو أي واحد من أهاليه أو أصحابه في النار حطب جهنم هم لها والدون نحن لا نتحمل حرة الشمس في الصيف في الضهيرة فكيف بالنار نارا تلضى لا يصلاها إلا الأشقى خلود ولا موت إخوتي أحبتي إذن من حكمة القرآن تتبيت لا بد من التتبيت لعد الله قال وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين المقصد من القصص في القرآن الكريم للتتبيت نسمع ونقرأ ماذا جرى مع قوم نوح حتى ابن نوح وزوجة نوح ما تمسكوا بالدين وما رغبوا في الدين فعصوا رب العالمين وعصوا نوح فكانوا في النار خالدين فيها أبدا من أول وداعي إلى الله وما آمن معه إلا قليل ولما نقرأ في القرآن قصص لهذا نحن ندعو إلى الله وإن وجدنا اعترادات من الزوجة أو الأبناء أو الوالد أو الأم فنقرأ القرآن حتى نثبت أننا على الحق إذا طردونا من الشغل من العمل تركونا هاجرونا جعلونا وحدنا فنحن نثبت من القرآن فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل لما نقرأ قصة إبراهيم عليه السلام وتضحيته مع أبيه أبيه كفر وتبرأ منه وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين وجعلها كلمة باقية على عقبه لعلهم يرجعون إخوتي أحبتي لما ننظر للقصص كيف كان إسماعيل والأنبياء مع أزواج مؤهلهم واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسول النبي كان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضية كذلك نتشبه بهم مع الزوجة والأولاد نأمر أهلنا بالصلاة والزكاة ونكون مردات عند الله لما نقرأ كذلك وبالوالدين إحسانا ونتذكر عيسى وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا نعم إخوتي أحبتي وكذلك يحيى عليه السلام نعم هذا البر يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه حكم صبيا وبرا بوالديه نعم نقرأ البر ولا تقول له ونتدبر ونتبت هم يقولون لنا أف ونحن لا نقول أف نطيع الله في آبائنا ونكرمهم ولا نهينهم هم تحملوا الشدائد من أجلنا ونحن ما قدمنا لهم شيء الدعاء والاحترام والتوقير والابتسام في وجوههم والكرم ولو بالقليل ولو بالقليل إخوتي أحبتي ولما نقرأ كيف كان الصحابة في غزوة بدر في غزوة أحد كل هذه متبتات للأمة ولما نقرأ في الإيمان الناس تريد البيوت بالربا ونحن نقرأ الذي يأكل الربا لا يقوم إلا كما يقوم الشيطان الذي يتخبطه الشيطان من المس وأن الذي يأكل الربا يحارب الله ورسوله فنحن ننتهي لا نريد بيوت بالربا بل نريد وحلالا طيبا إن أكرمنا الله في الدنيا فبها ونعمة وإن لم يكرمنا فنحن طاعة لله وطاعة للرسول الله وهذه الدنيا عرد زائل والآخرة عرد باقي وللآخرة خير لك من الأولى إذا القرآن لابد لابد للتتبيت وهكذا لهذا النبي صلى الله عليه وسلم جلس مع جبريل عليه السلام وكان جبريل يأتي بالوحي ويتبته وجبريل هو آمين ومحمد صلى الله عليه وسلم هو آمين أهل الأرض مرة رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل واشتاق إليه وقال لما أته قال يا جبريل هل لا زرتنا أكثر مما تزورنا يعني أين اشتاق إليك أن تأتينا بكلام الرحمن تأتينا نتعلم منك يا جبريل هل لا تزورنا أكثر مما تزورنا فأنزل الله جل جلاله قوله وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا فجبريل عليه السلام لا يأتي من نفسه بل أمر كله لله بل أمر كله لله وينزل بكلام الله حينما يتكلم به الله ويأمر الله قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم فالتنزيل كأن جبريل يقول محمد صلى الله عليه وسلم يا محمد التنزيل ليس اجتهادي ليس مني إنما هو أمر من الله من الله فهنا تتبيت قلب النبي صلى الله عليه وسلم من الحكم لتنجيم نزول القرآن ونزوله مفرقة والحكمة الثانية كذلك هي تسهيل حفظه أي هذا الكتاب لأن الكتب السابقة لم تحفظ لم تحفظ مثل حفظ القرآن في صدور الصحابة رضي الله وكانت الأمة أمية لا تقرأ ولا تكتب فكون القرآن كانوا يتعلمون الصحابة عشرة آيات أو خمس آيات فهذا أسهل في حفظهم وأيسر لهم في طلب العلم وتعلمه من النبي صلى الله عليه وسلم إذن من حكمة القرآن الأولى قلنا من حكمة القرآن مفرقة أولاها تتبيت النبي لما تلقى عليه الشبهات ينزل القرآن ويعالج الأمور والحكمة الثانية تسهيل الحفظ والحكمة الثالثة مسايرة الحوادث الحوادث أسأله اليهود يكون أجون إلى أجوبة كسؤال أصحاب الكهف أو حادثة الإفك أو السؤال عند القرنين حتى يعرف قدر نبوة هذا النبي نبي صادق أم نبي كادب فتنزل الآيات وكذلك سؤال الصحابة يسألونك عن الأهلة فيأتي الجواب قل هو مواقيت للناس والحج ثم يسألون الصحابة يسألون عن حالة النساء في المحيد يسألونك قل هو أدا فينزل الجواب قل هو أدا أربعة حتى قال ابن عباس رضي الله عنه نزلت في القرآن الكريم عشرة لا ينفقون يسألونك عن الأنفال يسألونك عن عدة أشياء تتلخص في أربعة عشرة سؤال نعم إخوتي أحبتي في الله ثم الأمر الرابع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحدى كفر بهذا القرآن فكون يحدث ثم تنزل الآيات تبلغ عبارة تصف هذه الحادثة هذا يدل على عند الله عز وجل وكان التحدي مستح ما ينقطع ولا أحد أحادث حوادث مرت كثيرة مثلا حادثة الإسراء والمعراج فلما تكلم بها النبي صلى الله عليه وسلم تقه كفار قريش بكر ويقولون يا أبا بكر انقد صاحبك صاحبك مجنون يقول لنا أنه أسري به من البيت الحرام البيت المقدس ثم عرج به إلى صدرة المنتهى في بضع ليلة في بضع ليلة فقال أبو بكر الصدق وهنا لقب بالصدق رضي الله قال أو قال ذلك قالوا نعم قال صدق نصدقه في خبر السماء فما بالكم في خبر في هذا الخبر ثم جاءت صورة الإسراء سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا حتى يرى الآيات إخوتي حبتي هكذا القرآن الكريم جاء منجمة ومفرقة عقب حوادث وأسئلة وشبه منهما هو ابتدائي حسب أسئلة وشبه كما قلنا ونزل خلال 23 لما من الشبه الله يبين في شأن عيسى عليه السلام ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون لما ضرب عيسى عليه السلام مثلا أنه سيكون لأن إنكم لأن النبي صلى الله عليه سلم بيّن لهم إنكم وما تعبدون من دون الله حسب هذه تثبت أن النصارى وما يعبدون في جهنم فرح قريش انظروا لهذه الشبهة يا إخوتي بالله هذا الكلام أنتم الذي يعبد النصارى هو من النصارى يعبدون عيسى عليه السلام النصارى وعيسى في جهنم تأملوا انظروا كيف ألقوا الشبهة يلتق فأتى الجواب الشافي الكافي ولما مريم مثلا إذا قومك وبين السلام إن هو إلا عبد وما وجعل للآخرين وعيسى عليه السلام لا يقبل عبادة النصارى له بل هو يدعوهم إلى التوحيد لأن الذي يلقى في النار هو الذي يقبل عبادة غيره له فعيسى عليه السلام لا يقبل عبادة النصارى له لهذا قال لهم عيسى إن الله هو ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فاختلف الأحزاب من بينهم كما في سورة الزخرف إخوتي أحبتي هذه مستقيمة وأيضا لهذا الله بي في شأن عيسى عليه السلام والأنبياء والصالحون والأولياء الذين عبدوهم الناس عبدوهم الناس بغير علمهم أنهم لا يلقوا في النار القبوريون الذين يعبدون الأولياء والصالحون أو الأنبياء أولئك يلقوا في النار أما أنبياءهم والأولياء والعلماء والصالحون الذين كانوا على التوحيد ولا يقبلوا أحدا يركع لهم أو يسجد لهم أو يقوم لهم تعبدا لا يقبلوه أولئك في الجنان مبرؤون مما عمل أولئك لهذا الله قال إن الذين سبقت لهم من الحسن أولئك عنها مبعدون أي مبعدون عن النار لا يسمعون حسيسها وهم في مشات أنفسهم خالدون وكذلك إخوتي أحبتي من حكمة تنزيل القرآن منجمة بلاغة القرآن بلاغته ثم سنة التدرج في قبول الحلال والابتعاد عن الحرام كما تعلمون أن الخمر أن الخمر نزل نزل التحريم فيه بالتدريج أو الآيات نزلت في صورة النحر في صورة النحل الله يبين بأن هذا هذا الخمر الذين تشربونه يذهب العقول يذهب العقول إذن الله بدأ بالتدريج ثم بدأ لا تقوموا للصلاة وأنتم سكارا حتى تعلموا ما تقولون ثم بدأ بالتدريج فالشنبوا لعلكم تفلحون ثم جاء الأمر فهل أنتم منتهون الصحابة رضي الله عنهم قالوا انتهينا يا رب إنما الخمر والميصر والأزلام وعمل من رسج السيطان فالشنبوه لعلكم إلى غير ذلك فجاءت تحريب نهائيا وهكذا جاءت تخفيف كذلك في نزول القرآن بعض الآيات بعض الأحكام جاءت من شيء إلى شيء لهذا هناك علم الناسخ والمنسوخ ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ثم جاءت كذلك الأحكام لإقامة الحدود في القدف والزنا وقدف المحصنات والمحصنين إلى غير ذلك ثم نزلت الآيات في الربا كان المجتمع فيه الربا في البيع والتجارة فجاءت تحرين بالربا ثم جاء تبيان الزواج بالحلال لأن الصحابة رضي الله لما دخلوا في الإسلام منهم من كانت له عشر نساء ومنهم أكثر ومنهم أقل ثم الله بيّن أن عدد النساء المباح لكم في الحل أربع لا تتجاوزوه كيحوا معطاب لكم من النساء مثنى وثلاث وربا فإن خفتم لا تعذلوا فواحدة أو ما ملكت أيمنكم ثم جاءت الحوادث في الغزوات والأسرى ماذا يفعلون بالأسرى ماذا يفعلون بالغنائم والأنفال يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا دات بينكم إلى غير ذلك فجاءت الأحكام وجاءت الصلوات إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوطا إخوتي أحبتي من هكذا من حكمة القرآن إلى هنا نتوقف حتى لا نطيل عليكم فقد أطلنا قليلا فجزاكم الله خيرا على متابعتكم فلله الحمد رب السماوات وربي العالمين ولله في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم وصلى الله وسلم على النبي الكريم ولا ننسى أن هذه الليلة ليلة الجمعة وهي أفضل الليالي ويوم الجمعة أفضل الأيام فحري بالمؤمن أن يكون له نصيب في قيام الليل قبل صلاة الصبح ويكون من المستغفرين القائمين الراكعين الساجدين المسبحين لرب العالمين ويسأل خير الدنيا والآخرة بهم الدين وهم الدنيا يجعله في هم الدين ثم يسأل الخير لهذه الأمة وتفريج الكربات ثم الإنسان الرجال يحافظون على صلاة الفجر في جماعة لأن جاء الحديث الصحيح أن أفضل أفضل فجر في الأسبوع هو فجر يوم الجمعة ونحن المؤمن لا بسر الصلاة ويضحي وكفى بنا شرف بشر المشائين إلى المساجد في الظلم بالنور التام غدا يوم القيامة فنحن نحتاج إلى نور والقبر ظلم يحتاج إلى نور ويوم القيامة ظلم يحتاج إلى نور والصراط ظلمة يحتاج إلى نور والميزان ظلمة يحتاج إلى نور وتطاير الصحف ظلمة يحتاج إلى نور إخوتي أحبتي نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ثم يوم الجمعة الإنسان لابد أن يقرأ الصورة العاصمة من الفتن ألا وهي صورة الكهب والذي يقرأها الله يجعل له نور من الجمعة إلى الجمعة ويعصمه من الفتن كما قال العلماء رحمهم الله ثم الإنسان يغتسل ويعمل سنن الفترة قبل الاغتسال حف الشارب حلق الإبط قص الأضافر حلق الإبط أو العانى إلى غير ذلك من هذه الأعمال ثم يغتسل غسل الجمعة ثم يبتكر ويخرج مبكرة لأن على الأبواب المساجد ملائكة تكتب أسماء الحاضرين فإذا دخل الإمام طوية صحف فمن جاء متأخرا اسمه ليس في اللائحة والإنسان يخرج مبكرة ويلبس أفخر التياب أنقذ تياب ويستحب البياد لأن أحب الألوان إلى الله ثم يتعطر ويتسوك بالسواك ويخرج ويدهن ويمس الطيب ثم يخرج ويمشي هنيئا لمن مشى هنيئا لمن مشى فكل خطوة الله يعطيه أجر صيام وقيام سنة والحديث صحيح صححه الشيخ ألباني رحمه الله إلى غير ذلك من الأحاديث ثم الإنسان كذلك يصل رحمه ولو بالهاتف عبر الواتساب أو الفيسبوك أو غير ذلك الحمد لله الله يسر الأمور في هذا الزمان نكون من السارعين سارعوا سابقوا استبقوا الخيرات وفي ذلك فليتنافس المتنافسون وهناك يوم الجمعة ساعة هكذا ساعة الدعاء فيها مستجاب من وافقها وهو يدعو الله أو يصلي استجيب له ما دام يدعو بالخير ولا يدعو بالشر ونحن أمة الخير لا ندعو إلا بالخير ونسأل الله أن يرفع الوباء والبلاء على أمة خاتم الرسل والأنبياء وأن يوفقنا وإياكم إلى ما يحب ويرداه ولا ننسو أن ندعو لبعضنا البعض في الثلث الأخير من الليل وعند السجود في الصلوات المكتوبة والنوافل والسلام على محمد والله رب العالمين والسلام عليكم